دكتورة هويدة عايزة أعرف من حضرتك شفتي إزاي التغطية الإعلامية مؤخراً لحادث محطة مصر وطبعاً قبل ما نبتجي نتكلم في أي حاجة طبعاً بنعزي طبعاً نفسينا وبنعزي مصر كلها طبعاً في هذا المصاب يعني الأليم وبنتمنى طبعاً أنه يعني لا يتتكرر مثل هذه الحوادث مرة أخرى وطبعاً نتمنى الشفاء للمصابين طبعاً أنا يعني سؤالك مهم جداً الإعلام والتغطية الإعلامية طبعاً في مثل هذه الأحداث والأزمات بشكل عام أو الأحداث الطارقة خصوصاً أحداثة فيها الجانب الإنسان طبعاً مهم جداً أن التغطية تكون لها سمات معينة ويعني أنا بغض النظر عن تقييمنا لها إحنا بنقول أن دايماً لما بنواجه بيه يعني دا للأسف يعني أحياناً كثيراً لما بنواجه بمثل هذه الأحداث كأننا بنتعرض لتجربة دي للمرة الأولى في الوقت أقول له اللي هو المفروض يكون عند اكتراكم من الخبرة بحيث أن يكون فيه استعدادات لتغطية الأحداث الكبيرة دي الأحداث الطرقة اللي هي الأحداث اللي بنقول عليها أزمات كبيرة خصوصاً الأزمات اللي هي فيها ضحايا وفيها يعني بعض إنساني مهم أنا هتكلم أن فيه فعلاً كانت سرعة التحرك مهمة جداً من الجهاز اللي هو الجهاز الدولة والحكومة وفعلاً إحنا شوفنا تحرك كان سريع وخطوات سريعة فيه مع عمليات الإنقاذ وعمليات يعني احتواء الموقف لكن أنا هتكلم برضو على المسألة الإعلامية بقى مسألة الإعلام أنه يعني من المهم بمكان أنه يكون عندك يعني القدرات في التعامل الإعلامي بشكل فيه نوع من المهنية السرعة الاهتمام بيعني التفسير الأحداث يعني مش مهمة بس مجرد العملية التغطية المباشرة طبعاً دي مهمة ودي جانب مهمة جداً وبتبقى في المراحل الأولى أنا كمواطن عايز أعرف إيه اللي حصل بشكل سريع وبشكل فوري يمكن هنا بعض التحديات اللي بتكون موجودة أن المعلومة عندك ما بتبقاش متاحة بالقدر اللي هو الكافي فده بيتطلب أن يكون فيه تنصيق وأن يكون فيه اهتمام من جانب اللي عنده المعلومة بالإعلام بالإعلام إحنا هنا حياناً كثيرة بتكون مشكلتنا أنه ما فيش هذه العلاقة المباشرة والتفاعلية ما بين الإعلام وما بين الجهة اللي هي لديها المعلومة أو اللي هي لديها القدرة على التصارب الحياة الجزئية دي وأنا هرجع لحدثتك فيها مرة تنية